مبدأين الحمد لله إن شاء الله بإذن الله يعني يا رب يعجب الناس في محاولات في الفترة دي إن الشباب هي اللي تبقى لها دور أكبر من السوق وهو ده الطبيعي كان في وجهة نظري كنت قلت كده أكتر من مرة يعني إن إحنا بالجيل اللي جاي دلوقتي هو الفترة بتاعت القلبة بتاعت إن إحنا نبتدي نزهر أكتر نبتدي نعمل بطولات أكتر مسلسلات بإسمنا تحكي عن طاقتنا تحكي عن أفكارنا نبين فيها نفسنا أكتر الحمد لله دي كان فرصة كويسة إن إحنا نعمل كده يعني يا رب إن شاء الله بإذن الله لما ينزل يعجب الناس يبقى في حاجات نفس الفكرة كده منه كتير يعني فعلا أنا بقالي كتير قوي ما عملتش حاجة اللي هو أنا طالع مش بس كشري وأنا طالع ما عنديش رأكشن كتير ما ببينش أنا حاس بإيه اللي قدامي فهذا كان منسبة لي إن أنا إزاي أطلع ده قدامي الكاميرا إن أنا يعني بمثل إن أنا مش عايز أدين مشاعري من غير ما فعلا ما ببينش مشاعري إن أنا أبقى أطلع من كده طول ما أنا بكله فأنا محتاج أخنع اللي قدامي هو بتفرج إن أنا مش طالع كده عشان أنا مش كويس أو إن أنا ما نمتش مثلا اليوم ده أنا طالع كده عشان الدور كان محتاج مني كده فده الصراحة أصام عرابي أنا وهو بزنة مع بعض موجود كبير قوي في الحتة دي وكان يعني ما شاء الله علي بيعيدني كتير جدا يعني روها يا خلص المجد لأ تاني عشان إنت ما وصلت ليش ده تاني عشان أنا مش حاس تاني عشان. فالحمد لله مرة 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 بساطة جدا من الشغل معي وبساطة جدا كمان من الشغل مع شاهين جالا ورانيا وآيا وسباعي ويارا في يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله دور مختلف علي أنا شخصيا ويا رب الناس تبقى شايفة اللي اختلف. كويس بأول يعني أكيد اللي بتشوفوه على الكاميرا حاجة كده دورك قوي الكويس أكيد ده جيد بكل ده فأكلمنا عنه قبر. لأ بصي على قد ما هو المسلسل دورك على قد ما الكويس كانت هالس. أنا ماشي بغني. سباعي نايم. هي بتاكل. بشاهين بيغني. يارا بتترقص بليه بين. في كان في عباسيات كده عمالها تقمن بقولك كمان على قد ما هو درك على قد ما ناح تاني احنا في العباسيات احنا في كرتون. في ايه في الكرتون بيحصل. تلاقي مثلا يارا نايمة جالا بتجري. عارفت في دايما في كدر كده اللي هو بقى. هو ايه اللي احنا في ده. اه هو ايه اللي احنا في ده. وتلاقي مثلا سباعي بيدرع على حاجة كلها. ايا بتحاول تشوف له حاجة يا كلها. اه شاهين قاعد برضو لو قاعد بيتكلم مع حد مثلا في. الفوليوشن. السعر الدولار النهاردة. السعر مصر بقصة وصل اللي كابل. بجد فيه حالة عباسية كده وانا ساعات بقى بزيت معدول شوية بعد يمسك العقل شوية مع شاهين اناقش ومثلا في امكانيات استراد البضاعة من بر مصر مثلا مع وجود استمرت سبع جند اي حاجة وفي نفس الوقت ساعات بشارك سبعي في الاكل ساعات قد اهلس معجلة اتوترني يا راح عب معير انام يعني حاجات كده بقى يعني بقى ايه تمام انت ايه نفسك معه في الوقت؟ اه احي اشتركوا في القناة